يا مساء نور السعادة عاملين ايه مما عقود احمد فيديو جديد وفيديو النهاردة هنقل لكم تجربة الكاملة للريلمي سيكس واللي دامت اكتر من حوالي ثلاث شهور سأقول لكم كل شيء تخص الموبايل من عيوب وميزات وهي كمان سأقول لكم هل مزال هذا الموبايل يسحك الشراء ام لا يوجد بداية افضل منه لكن قبل ان ادقى في الفيديو لا تنسى شعره في كل مكان وتعمل لايك للفيديو عشان يوصل لعب اكبر من الناس وتعمل سبسكرايب في القناة عشان نوصل الفيلم مفترك في وراء وقت ويلا بينا نبدأ اول حاجة كده هنبدأ بيها وهي كعددنا الديزاين او التصميم بتاع الجهاز زي ما انتو عارفين طبعا ان الموبايل جاي مع ديزاين من البولي كربونات مع فريم من البولي كربونات ويهي كمان الموبايل جاي مع منفل سريب بوينت فايف والموبايل بداية عم تركيب شعرتين اتصال وكارتي ممري في نفس الوقت عايز اقول لكم بقى ان ديزاين بتاع الموبايل ده شكله شيء جدا 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 واعجبني جدا ما بتاعتما جبتت الموبايل ده وانا منباهر من اول يوم جبت الموبايل فيه الحد دلوقتي منباهر بالديزاين بتاع الموبايل اللي انكستاذ اللي طالعة من ظهر الموبايل في النصة كيه طالعة متوزعة على ظهر الموبايل كله مادية للشكل روعة جدا ولو حد يشفهك من بعيد مش هقول ان الموبايل ده من البولي كربونات نهائي ولكن الاسف الشديد ده لما بتيجي ممسك الموبايل بتحس انك تمسك حاجر خريصه وده طبيعي جدا لأن الموبايل جاي من البولي كربونات وطبعا برضو الموبايل في عب تاني هو أنك يكون معرض للخدوش بسهولة جدا يعني أي خطين تراب مع الجراب على الظهر بتاع الموبايل لجتلاقي الموبايل بتاعك تخربش وحصل فيه خدوش فأنا عنصحك أنك تركب سكيني بوروتكتور على الظهر بتاع الموبايل دوت أو سكينين على الظهر بتاع الموبايل وأنك تحطه في الجراب سيأخذه ما تنخلعه من الجراب نهائي انك لو قلعته ده cesareirus ذهب دائما يستطيع البهض vi وتاني جزءり وهو الشاشة الذهب التحت الموبايل الشاشة الذهب التحت الموبايل هنا لنا وح desempe treatments ما فيه إaggiاءها مonomيש بمت joue في شاشة الموبايل وعايز اعلم قالك انك الشاشة الحركة هتديك تجربة ممتازة جدا في الفرجة على الفيديوهات غير لو انت هتقرأ محتوى كتابي لان حرفين زي ما اقولت الشاشة كاملة جدا مافيش بس اغلى هول بانش واللي مش هيدايك انهائي وانت بتتفرج على الفيديوهات او انت بتقرأ محتوى كتاب اي حاجة بتقرأي على المويل مش هيدايك اللي هول بانش انهائي. وades lieu اقولك حاجة موجودة في الموبايل دوت عشان ما تستخدمش لما تجيب الموبايل دوت وهي انك لما تيجي تستخدم الشاشة على ستين هيرتز وبعكدا تحول على تسعين هيرتز مش هتحس بالاختلاف الجامد او في الشاشة يعني انا عملت تيست بوسيط جدا شغلت الشاشة ساعة كاملة على ستين هيرتز وعدت استخدمها وكمان عادت ساعة كاملة على تسعين هيرتز وعايز اقولك ان انا كاحمد منبهرتش نهائي ولكن فرق بسيط جدا في سرعة الشاشة فلما تجيب الموبايل دوت وتنتظرش انك تاخد فرق واو لما تشغل الشاشة تسعين هيرتز بالنسبة للنقطة بتاعت الاداء في الموبايل فالموبايل احنا سدي معايا جدا في الاستخدام اليومي اللي هو بقى فيسبوك انستجرام يوتيوب كراءة جوجل والبرامج دي كلها والحركات اللي عنا عرفانا استخدام يومي وسيط كده فهو سدي معايا جدا وما قابدتش معايا مشاكل ولا موبايل هنج معايا وانا باستخدمه استخدام يومي ولكن انا يمكن ما لابتش عليه علعاب كتيرة زي بابجي وكود لابت عليهم شوية ظهارين جدا لان كاحمد مش شخص الجيمر اللي بيفضل يفتح اللعب 24 ينسا يلعب وكده يعني مش احسن شخص يقدر يجرب الموبايل ده في الالعاب ولكن عمتا لما جيت لعب بابجي وكده فانا لعبتها على HD وهاي وما لعبت كم جيم كده وانا بلعب على الهاي والHD وما لقيتش اي فريمات بتوقع وانا بلعب على الموبايل دوت بالنسبة للكاميرات بتاعت الموبايل فالكاميرات الخلفية هنا في الموبايل بتطلع الصور كويسة جدا كتفاصيل في التفاصيل في السورة بتاعتها كتيرة والتفاصيل المعدومة بتبقى وليلة جدا وكمان كالوان فالالوان اللي بتطلع من الكاميرا تحس لها الوان طبيعية جدا اللي العين بتشوفها هي بتطلع في الكاميرا بتاعت الموبايل وكمان الديناميك رينجي بتاع الموبايل كويس جدا ولكن بقى لأسف الشديد الكاميرا اللي الميت بتاعت الموبايل عكس انهاء الكاميرا الخلفية يعني الكاميرا الميت كده زي السور اللي بزهر قدامكم دلوقتي بتطلع سور الالوان بتاعتها بهتانة جدا مش طبيعيا نهائي وكمان بيقى فيه تفاصيل كتيرة في الصورة اللي بتطورها في الخلفية في وشي فيه سور كتيرة وتفاصيل كتيرة بلاي لان كاميرا اممية ومعالجة السور في الموبايل ده بتخفي التفاصيل ديت والصراحة انا شايفه نده شيء سيء جدا موجود في الموبايل ولكن خلينا برضه اقول لكم ان فيه شيء ممتع جدا موجود في الكاميرا اممية بتاعت الموبايل وهو تافح حبتين وهو انك لما بتيجي تحول من الكاميرا الخلفية للكاميرا الأمامية بتلاقي زي كده في صوت بيطلع صوت مطورة أو حاجة زي كده وبتلاقي زي نور بيلف حوالي الهول بانش هو شيء تافح ولكنه ممتع جدا لما جيب موبايل مش ببطل تلعب بالكاميرا الأمامية بالنسبة لبطرية بتاعت الموبايل فالموبايل هنا ما كنت باستخدمه كاستخدم يومي بسيط جدا والشيشة بتاعت الموبايل كانت بتبقى 60 هاتس أو كال فكان الموبايل بيقضي معي اليوم كامل بدون اي مشكل وكنت وضطرة شحنه وانا داخل النام بالليل خالص ولكن بقى لما بدأت اتعب الموبايل جمد معايا وشكل الشحن على 90 هرتز وكمان ألعب ألعاب زي بوب جي كود فالموبايل كنت وضطرة شحنه في نص اليوم ولكن ما تقلقش الشحن الموجود هنا في الموبايل بيشحنك البطارية من 20% إلى 100% في خلال ساعة ساعة على ربع في النهاية بقى نجاوب على السؤال اللي سألنا في أول الحلقة وهو هل مازال فعلا الموبايل دا ستحكي شرا ولا في بداية افضل منه بص يا صاحب كده اللي فيه نسخة من الموبايل دا اللي هي الاربعة مية تمانية وعشرين ودي تمنها بتروح من 3500 إلى 3600 جنيه مصري فالنسخة دي نشوفها انها صفقة كويسة جدا وده افضل موبايل يقدم لك كي من قبل السعر في الرنج بتاع السعر دا وتالي هو 3500 جنيه مصري ولكن بها في نسخة اعلى اللي هي توصل الاربعة تلاف جنيه فانا منصحكش باي بيها نهائي ومنصحكش انك تفكر فيها نهائي أصلا واللي ان في بديل ممتاز جدا في الفئة الاربعة تلاف جنيه وهو البوكو اكسس ري ولكن لو انت معك 3500 جنيه فانا عنصحك بالموبايل دا لانه فعلا هيكون صفقة ممتازة جدا لك وبس كده شباب خلصنا الفيديو واتكلمنا عن كل حاجة تخص الريلم سيكس اتمنىك وانا استفاته من الفيديو دا ويه كمان بلا وفي حاجة انتوا عايزين انا مولتاش في الفيديو دا وعايزين تعرفوه عن الريلم سيكس اكتبوا لي في الكومنتات وانا هتشوفها في الموبايل وارد عليكم في اغرى وقت وانا عمتنا برد على كل الكومنتات ما تنسوش بتعليق الفيديو دا عشان يوصل الى عبد اكبر من الناس وتعملوا سبسكراف في القناة عشان يوصل الى 2000 مشترك فاسرع وقت واشي اعروف كل مكانة عشان غيرك لاستفيد وبس كده شباب دمتم بخير